ازاي تفتح QR كود من نفس الجهاز؟ يعني انت عايز تفتح رمز الاستجابة السريعة من نفس الجهاز بدون الاستعانة بجهاز اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم واسرار اليوتيوب والربح من الانترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السويشال ميديا عملنا فيديو عن التحديث الجديد او الميزة الجديدة اللي اليوتيوب اضافها في قنوات اليوتيوب من الطرق المفيدة جدا اللي انت تنشر بها قناتك هو ان انت تستخدم التحديث الجديد اللي هو رمز الاستجابة السريعة بتبدأ ان انت يطلع لك كده QR كود بتبدأ ان انت تنشره على الفيسبوك تبدأ ان انت ترسله لأصدقائك على الواتساب بمجرد ان الشخص يوجه الكاميرا كاميرا الموبايل على الكود ده او على الصورة دي يبدأ ان هو ينتقل مباشرة على قناتك على اليوتيوب فتستفاد من وجوده في قناتك على اليوتيوب يعني المشاهد يقدر ينتقل لقناتك من خلال الصورة من خلال كاميرا الموبايل يوجهها للصورة او ان هو يستخدم اللي هو برنامج اللي هو الماسح QR كود سواء كان كده ولا كده بالمناسبة الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن التحديث الجديد هو حاجة كويسة جدا فشاهده الفيديو ده يكون موجود في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت وكمان هيظهر معاك في شاشة النهاية في هذا الفيديو المهم فيه ناس كتابوا لي سؤال يعني تعجيزي فيه تعليقات الفيديو اللي احنا عملناه اللي هو بيقولولي طيب دلوقتي علشان المشاهد يفتح قناتنا مثلا من خلال QR كود او البر كود ده فلازم ان هو يعني يكون معاه موبايل تاني علشان يوجه الكاميرا بتاعة الموبايل على الايه الصورة دي فهل يمكن المشاهد او اي شخص ينتقل لقناتي من نفس الموبايل يستخدم نفس الموبايل يبدأ ان هو يمسح اللي هو الصورة دي اللي هو ال QR كود وينتقل للقناة مباشرة هو ده موضوع هذا الفيديو سواء ان انت بقت فيه حد ناشر قناة وانت عايز تتوجه لها سواء ان انت مثلا فيه كتاب قدامك وفيه QR كود اللي هي الصورة دي اللي هو عايز ان انت تنتقل من خلال نفس الموبايل من خلال هذه الصورة اللي هو ال QR كود من نفس الموبايل بدون استخدام اي موبايل تاني ركز معي بداية كده احنا بنوضح في هذا الفيديو طريقتين ان انت ازاي تعمل مسح للكيو ار كود من نفس الموبايل طريقتين ركز معي فبالتالي ده ردا على الناس اللي عندهم قنوات اللي هيستخدموا الميزة ديت اللي هي الكيو ار كود عشان لو حد سألكم تردوا عليه ازاي يفتح من نفس الجهاز ممكن انت تنشر على الفيسبوك مثلا او ترسل لحد على الواتساب يقول لك افتحه ازاي ما انا ما عنديش جهاز تاني ما عنديش جهاز واحد فتبدأ ان انت تدلو الحل ده طيب وكمان ده رد على اي حد بيبحث كده على اليوتيوب وجوجل او عنده مشكلة في ان هو يعمل مسح لأي كيو ار كود يظهر امامه من نفس الجهاز انت مثلا دلوقتي نفترض ان انت بتقلب كده على الفيسبوك ولقيت مثلا اللي هو كيو ار كود زي ما انت شايف كده وعايز يفتحه من نفس الجهاز هتعمل ايه اول حاجة يبدأ ان انت اضغط عليه سوى بقت ان هو موجود على الفيسبوك او الواتساب او اي مكان ابدأ ان انت اضغط عليه بقى قدامك كده كصورة ابدأ ان انت احفظ الصورة ديت على الموبايل ابدأ ان انت اضغط كده على النقاط اللي فوق وقول ايه هنا وقول حفظ الى الهاتف كده خلاص الصورة ديت تم حفظها على الموبايل نفس الموبايل او ممكن تاخدها كلاقة شاشة يعني اخد صورة كده كلاقة شاشة تكون موجودة عندك على الموبايل عادي مفيش اي مشكلة ياما لقطة شاشة اما حفظ الصورة المهم ما أصبحت ان الصورة دي تليها ال QR Code ده بقى موجودة عندك على الموبايل تبدأ ان انت تدخل على الستيوديو بتاع موبايلك عشان تشوف الصورة نفتح كده اللي هو ملفاتي عشان تشوف الصورة و نضغط على الصور هتجد أمامك زي ما انت شايف كده اللي هو الصورة تم حفظها على الموبايل سواء ان هو انت اخذتها كلقطة شاشة او اخذتها كحفظ على الموبايل هتبدأ ان انت تضغط عليها ضغطة واحدة عليها ضغطين هيبدأ افتح لك بايه بالشكل ده كده هتلاقي عندك ظهر عندك تحت كده حاجة اسمها عدسة شايفين العدسة دي هتبدأ ان المشاهد او انت او اي حد يعني الحركة دي بيعملها بيضغط على عدسة بعد كده جالي بالشكل ده كده بيضغط على اللي هو الموقع الالكتروني بالشكل ده وبالتالي تم مسح الQR كود من نفس الجهاز وينتقل للقناة على اليوتيوب او بقى لو كان ده بار كود لكتاب لاي مقالة لاي حاجة هينتقل برضو مباشرة للحاجة اللي بيوجه لها لو البر كود ده موجود في كتاب ولا حاجة كده وانت عايز يعني يتوجه ليه هو موجود في كتاب يعني مش موجود كصورة الواحد ومنفصل ممكن تاخده كده هوت وتبدأ ان انت تقص الكود ده ويبقى عندك كصورة وتحفظه كصورة الواحده لابش اي مشكلة دي هي الطريقة الاولى وبدون اي برامج ولا اي شيء من نفس الجهاز الطريقة الثانية باستخدام اللي هو الQR كود سكانر اللي هو الماسح الضوئي اللي هو برنامج كده صغير مسح ضوئي هنبدأ ان احنا نثبته على الجهاز ونبدأ ان احنا نفتحه بتبدأ ان انت تنزل اي مسح ضوئي وتبدأ ان انت ضغط عليك هتفتحه بعد كده بتضغط على الشورة اللي فوق دي مثلا وتقول له مسح الصورة ضوئيا بيبدأ ان يجي لك يقول لك الاستوديو ولا صور اختار اي حاجة لهم ان انت تدخله الصورة الموجودة الاستوديو مثلا وتبدأ ان انت تختار الصورة اللي انت حفزتها عندك سواء انت خدم الواتس من الفيس من اي مكان تبدأ تضغط عليك ضغطة واحدة بيبدأ ان هو يقرأها مباشرة بالشكل ده كده يبدأ ان هو يظهر لك اللينك ويقول لك فتح المتصفح او المشاركة او نسخ نضغط على فتح المتصفح يبدأ ان هو ينتقل مباشرة للحاجة اللي بيوجه لها الكيو اركود المعمول ده سواء كان القناة او اي حاجة بيتوجه مباشرة للقناة اليوتيوب زي ما انتم شايفين كده وبالتالي ده بيستخدام برنامج او تطبيق صغير طبعا مش كل التطبيقات اللي هو الماسح الكيو اركود سكانر ده مش كله بالشكل ده ممكن تليه اصلا هنا تحت كده اللي هو ان انت تأخذ صورة من الستوديو وتدخلها عليه على طول بدون ضغط على الشورة اللي فوق يعني على حسب شكل البرنامج ايه يعني نزل اي تطبيق المهم ان انت تسحب الصورة تدخلها عليه بس انصحك ان انت تشوف الفيديو السابق اللي تكلمنا فيه عن رمز الاستجابة السريعة اللي انت تعمله القناتك لزيادة المشاهدات وزيادة المشتركين وان انت لو قناتك ليست مفاعلة تستفاد من ان الناس يكون سهلة عليها انها تدخل قناتك وتحقق ساعات المشاهدة على قناتك فميزة كويسة جدا اليوتيوب اضافها ابدأ ان انت استخدمها وشاهد الفيديو اللي احنا تكلمنا فيه تحياتي لكم لو انت منشئ محتوى فيديوهات كتيرة موجودة على القناة وبسيب لك اهم الفيديوهات في وصف الفيديو في التعليق المثبت وقل لي رأيك في الموضوع ده اللي هو فتح الكيو آر كود او البار كود من نفس الموبايل انتظر تعليقاتكم في هذا الفيديو مع السلامة